تعالى مش احنا لازم الاول نوقف اطلاق النار مش لازم الاول نفعل المقترح المصري مقترح المراحل الثلاثة طيب عشان نفعل ده وقف تصدير شحنات السلاح ييجي جو بايدن اقول لك ما نوقفت شحنا حتى في حواره مع السيء ان ان للمتابعين برضو ومهم يبقى فيه عندك الصورة كده على بعضها قبل ما ابدأ اتكلم معاك حول التصريحات الاخيرة حول هذا اليوم يعني او هذا اليوم حول طبعا هذا العدوان جو بايدن في حواره مع السيء ان ان فالمزيعة بتقوله انه السلاح الامريكي تم استخدامه في قتل الاطفال في فلسطين والقطاع غزة ووجهته بمجموعة من الصور المخيفة بالمناسبة تخيل رج جو بايدن كان ايه قال لها ما احنا لاجل هذا يعني لدينا شبهة لدينا شبهة انه بعض هذه الاسلحة تم استخدامها في غير المعمول به طبقا للقانون الدولي الانساني ولكن ليست لدينا ادلة كافية تقول ان السلاح بتاعنا هو اللي تسبب في ده ثم انه بعدين بتقوله بس القنابل الامريكية هي ما تم استخدام يقولها ايه وليس ليس بالقنابل الامريكية وحدها ولكن هذا يحدث او قد يحدث انا اقولك بالضبط اللي هو قاله او قد يحدث باسلحة وقنابل اخر يعني جو بايدن يقف في حواره مع شبكة CNN عند خط ما هو لا يريد ادانة الكيان الصهيوني باي حل من الاحوال ولا يريد ادانة نفسه باي حل من الاحوال يعني الادارة الامريكية اللي وفقت على عشرات او هو شايف انها مش بالضرورة يكون تم استخدامها في قتل الاطفال وانه زي ما في قنابل امريكية هناك قنابل اخرى وانه ليست لدينا الادلة كافية وبالمناسبة ده جزء من الحوار بتاع جو بايدن مع CNN انت متصور انه الراجل هذا الرجل يحاول التملص من ايه بقى من اتخاذ المزيد من القرارات او الاجراءات المتعلقة بتصدير شحنات سلاح للاحتلال ترجمة نانسي قنقر